مع الويكا ويكا يعني أكلها مصرية أصيلة لها تاريخها وليها أصلها وليها طبعا الكلام بيتكلم مصر هنا فيها وكل ست مصرية من السعيد الجميل الحلو اللي بجله تحية من مزبيرو بيبدأ فيها ولكن أنا هكتهد النهاردة فعشان كده لما متوا بيتتابعوني دلوقت أعمل حاجة تصلوا وقولوا ستوب يا شيف وقفة أنا هتقبل الكلام بصدر راحب جدا ملوخية بامية طاجن بامية باللحمة الضاني رزم عمر حاجات كده لما بعملها بيبدأ فيه شوية رعب أننا عايز أوصل بقدر الإمكان لطعم الأمهات عشان كده برنامجنا اسمه أكلة أمي أكلة أمي دي في القلب من جوا مش ممكن ننساها أبدا نروح السعيد نروح آخر بلاد العالم هي أكلة الأمي محفورة جوانا ما قادرها على الشاشة بامية طازة خضرة تنفع مجمدة لا تنفع مفرزنة لا تنفع الصغيرة اللي هي الصغيرة الصغيرة اللي هي الصوبر لا لازم تكون طويلة كده وزي الفل بس ما تكونش شيخة تكون خضرة وطازة ومعانا بصل ويتوم والبهرات بتاعتنا شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون عشان الغازات بتاعتها نعالج مشاكل الغازات واللي عنده الكولون عصب يخف منها شوية مفيش أي مشكلة ولكن نخدم على الشوربة شوية احنا ما عندنا الشوربة هنستأذن مخرجنا الجميل مع فرسان التلفزيون المصري هنعمل شوية شوربة هنعملهم ازاي هو ده الكلام بقى حل على النار فيها الدلع كله بصلايا فصي توم طمطمايا ورق لورو شوية جزر آآ شوية رنفل لومي الحاجات اللطيفة الحلوة وهناخد الفراخ بتاعتنا الجميلة اللي هي معانا في المينيو هنعملها فراخ مشهوية بالبصل انا ما باستخدمش مكسبات طعم خالص كله من بين اصابع ايدك العشرة خلي بالك امهات نعلمونا كده هناخد الفراخ دي عم مش شيف انا هشويها بس هشويها بطريقة النهاردة وهستفيد بالشربة بتاعتها بما ان انا معايا فرخة الاول حاجة هشيل العرق او هشيل ضهر الفرخة ده كده العمود الفقري بتاعها بالسكينة كده بالشكل ده كده واخلص مني حلو اول عشان اعجل موضوع السوا ده مش عايزه هنخلي نحطه هنا كده يستوا لوحده يديني شربة حلو ونمسك الفرخة بتاعتنا دي كده هنقطحها ايه اربع تربع عشان تكافي الاولاد اه زي ما هي كده نشيل الجلد الزيادة ده كده وتتسلي في قلب الشربة يا فاطمة اه عشان اخد شوط شربة حلوية انا باشيل البلانشة بتاعتي باشيل كل حاجة بقى خلاص كده وخلصت خلاص الشربة بتطلع معي بجهز الحلة اللي انا هعمل فيها الويكة اه زي الفل الشربة بس تاخد غلوة كده واخد من الشربة بتاعتي دي كده اهوت اللي انا هعمل بها الويكة بتاعتي طبعا بوكي جرني من الجزر والكرفس والبصل والتوم وسبح كده تغلى يا عم الشيف على ما نشوف ايه اللي عندنا اه معايا نبص على الفرخة الحلوة المبسوطة طبعا فرش لها الارض حرير زي ما بقولوا يعني فرخة حلوة تتكافي العائلة والاسرة ربنا نبارك فيها حطناها مع بصل مع التوم مع طماطم مع كرفس مع ورقة لاورة وكل ده في الحلة عشان عايش شوية شربة لهم شخصيتهم عشان هنعمل اكلة مشهورة جدا في الريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة اللي هي الويكة ويا رب تعجبكم بص على الحلوة بص على الحلوة الفراخة ايه الحلوة دي اشوف اه 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 الشربة جاهز اه حلوة زي الفل تعالوا نشوف الويكة فين بقى قد البامي بتاعتنا اللي هي الحفلة بتاعتنا النهاردة اللي الشيف طبعا فويتها اليافة حلوة مفيدة جدا لمريض السكر تعالوا مع بعض نرجع للويكة الويكة انا مرعوب جاي اللحظة بقى اللي هي ايه تقولي الشيف المغازي بيعرف يعمل اكل ولا بيعرفش بصراحة يعني بصراحة حلو عم سعد الراجل باسوان هنا راجل حبيبة انا بحبه يعني اه تستفد تقولتها عم سعد قولي الويكة بتاع غششني عم سعد كان يدخل اختبار اللغة الانجلزية اقل بص المية تغلو الشرمة تغل يا مغازي تاخد البنبيا بعد ما تقطعها تحطها في الشربة يبقى لونها اخضر ازاي حط شوية ملح استفدت منه حاجة طب يقول لي خلاها خضرة يا عم سعد قال لك حط لها شوية ملح يبقى لونها اخضر وحل وبعدين تفروكها بالمفرق تطلع معك زي الفل وخلاها خشرة فانا لازم اعمل بالوصية حلو الكلام بس اصف الشربة ازاي واحنا مع بعض حالا دلوقتي اهو لازم ما يطلع ليش بقى عضمة ما يطلع ليش ارقوشة ما يطلع ليش عدن عناع لازم شربة صفية اه ناخد الشربة دي كده اللي خدنا منها الفراخ من شوية اهو يلا هوا ده هوا ده هوا ده هوا ده زلزال من الصعيد الجميل الحلو زلزال من الريف المصر الجميل الحلو زلزال من اسوان الجميل الناس الطيبة اللي انا بحبوا الشربة تغلع ع النار وتبقبق بامية مستنياها فرحانة البامية ليه؟ مقدم على الشربة بتاعتها ما يتزعل البامية باقفين امعناها وغسلناها وخلي بالك البامية متتغسل شوية متقطعة عشان المادة المخطية اللي فيها اللي يستفيد بيها الجهاز الهضمي او الكولون او المعدة اكتر حاجة مستفيدة من البامية هي المعدة بس تاني اللي عده مشاكل مع بلازمة الكولون العصبي او متلازمة الكولون العصبي عشان يبقى المصطلح العلم سليم يقلل منها شوية العلم بيقول كده والعلم لما يتكلم سامعه ناخد الشربة دي كده مش هنزل بها غير لما تغلي مخرجنا بيقول لي بتجازك لازم اسمع كلامه او لازم يكون نضيف والبامية عندي جاهزة اضبط الملح بتاعها شوية الكمون الحلوين عشان الغازات بتعالج الامساك فيها مادة لازجة لطيفة وجميلة مشاكل برضو الكولون اهو زي الفل ملحة كشيف توابلك طبعا نخلي بايك لو حتى ملحة على الشربة يبقى فيك انترول اهو شوية الملحة الحلوين دول كده شوية فلفل حلوين خد مع الشربة اهو حلوة اوي شوية كمون لسه لسه فيه طشة دلوقتي بقى هي اللي هتدي البامية دي شخصيتها طشة بتاعتنا ايه هي؟ عبارة عن توب وكسبرة نشفة ايه وسمنا بلدي تاني توب كسبرة نشفة سمنا بلدي بس فيه خبرة هنا بقى لما حط اللي ايه؟ التوبة مع الكسبرة اوه تحطي التوبة مع الكسبرة فوقت واحد استنى على التوبة لما تاخد لون بعدين تنزلي بالكسبرة بتاعتنا اهو بامية بتغلي قصد شربة بتغلي مفي ايه شوية شربة عايزهم فس طيب هننزل بالبامية بتاعتنا اهو خمس دقيقة النار او سبع دقيقة بالزبط حسب درجة حرارة الايه؟ الحل اهو واللون الحلو بتاع البامية الطازة هتتكلم مصري خضرة وطازة ما تنفعش المجمدة يا غالي خالص بتعاست استسهل في كل الحاجة تروحك تجيب كيس بامية من سوبر ما كنت تعملها وايكا؟ ده السعيد يزعل مننا هي محلقة نكدة تنزل تجمع البامية دي وتتغسل وتتأمع حلو كده والست بتأمعها كده بتحب ولاتها وفي الحب والحنان طالع من بين اصابع ايطها العشرة هو ده دي البامية اقلبها كده مش اغطيها هسيبها زي ما هي كده مش هفيد الخضار والحلوة واسيبها على النار طبعا فيه تكنولوجيا دلوقت وفيه تطوير فيه مفراق اهو وده موجود بس هياخد وقت والمبتدين في المطبخ ممكن مثلا يزرزق يعني يزرزق على البتجاز يجي على الملابس بتاعتنا الجو ده كله ورد يعني ولكن ممكن نستخدم هده الهند بلندر بتاعنا اهو جاهز بس طبعا بعد ما تستوي شوية انا بعلمك بس علشان حاجة او تضربها في الخلاط ما ينفعش خالص لازم تكون خشنة اه مالهم الصعيدة رجالة العالم كله هو ده هو ده معانا واحد سعيدة في الكنترول بتبتحطرد على البام يا كده لويكا قل لي اه هو ده المهم زي ما هي كده زي الفل طبعا انا حبيت تطلعه فاصل لازم تغلي لازم تغلي وبعد ما تغلي منشيلها من النار نسيبها اهتهده شوية خالص لمدة خمس دقائق بالمفراق الطبيعي ده والمفراق التكنولوجي عنا يضربها كده وتبقى خشنة لطيفة زي الفل نغرفها في الطبق نكونوا جاهزنا الطشة بتاعتنا بالسامنة بتاعتنا البلدي ونكونوا جاهزنا طبق بتنجان جامد جدا يخلينا نشيل كل اللي عالصفرة دي من الفراخ المشوية بالبصل للويكا للعيش هو بتنجان مخلل بيتكلم مصري اللحظات الحاسمة اللي السعيد والريف المصري وعسوان والناس الطيبة في مصر وم الدنيا وخارج مصر وم الدنيا يتركب هل قوامل الويكا بيختلف من ست بيت لست بيت هل قوامل الويكا بيبقى ناعم ولا خشن ها لازم يبقى شخصيتها كده ايه المشكلة لو طلعت واحدة سليمة ها بالمفراج يا عم سعد جايب لي مفراج من عنده هدية ها هو ده خلص الكلام خلتها زي ما هي كده حطها على النار ونجي لعنوان الويكا ايه عنوان الويكا توما كوزبارة ناشفة كالعادة الشيف المغازة بيحب يضيف والاضافة دي معاكي حسب الرغبة اختياري بس انا بحب دايما اضيف لي الاكلة بتاعتي كده التركية بتاعتي قادي السابنة بدور في قلب الفريزر كده لقيت من ايد القطحة حتت ليه كده مفرومة نعمة يا حج علاء قلب حن لها حتت ليه ايه 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 في قلب الزيت ايه فقرتنا بالأيد الكبير العب فين؟ هو ده اوه لسه لسه صورني معاها اوه هو ده اوه لا مين يا راجل؟ ده ده اللي جاي لها الويكا انا اجيلها اجيلها وبصبلها بالعشرة اوه ايه اللي اتحاطة وحمر ده شيف؟ ارنين فيلف الحار حطوتوا ببينين قدام عينينا هم اختياري تركية انت معاكي حسب الرغبة اختياري حبة تضيفيها أهلا وسهلا مش عايزاشي لها من على الوش جوزك بيحب الحار أهلا وسهلا حماتك عادك بتحب الأكل الحار ماشي قول الشي في المغازة عمل كده نعمل ولا ما نعملش ولكن يا تومة كسبرة سامنا بلده عشان محدش برضو ايه يزعل مني بم باستخدام